وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني تكشف عن صادرات مصر الزراعية تحقق أرقاما قياسية مع السمرار دعم قطاع السيء الزراع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية يؤكد تواصل الجهود لمعالجة الأوضاع المالية في لبنان وأسعار النفط العالمية تصعد وسط تفاؤل بنمو الطلب على الوقود في الصين نشعة اقتصادية منفصلة من النيل أهلا بكم شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التوقيع على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات بين الحكومة المصرية وعدد من شركات السيارات المصرية والعالمية أيضا على هامش التوقيع أكد مدبولي أن الاتفاقيات الموقعة تأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارة في مصر خاصة السيارات صديقة البيئة كما أشار مدبولي لأن إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة يهدف إلى تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر على صعيد آخر قال دكتور مدبولي أن مصطفى وتركيا تتمتعان بعلاقات تاريخية وعلى الرغم من أي اختلافات سياسية قد حتثت خلال فترات سابقة إلا أن مصر حرصت على استدامة العلاقة بين الشعبين والتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية جاء ذلك خلال لقاء مدبولي بوابد ضم ممثل شركات تركية تعمل في مجالات تطوير المناطق الصناعية الغزل والنسيج الملابس الجاهزة والمستحضرات الطبية بالإضافة إلى الأجهزة الكهربائية وأعلنت هذه المجموعة عن خططها التوسعية في مصر والتي يقترب إجمالي استثماراتها من 500 مليون دولار هي استثمارات جديدة ذكرت وكالة فيتش أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر واحدا من أهم القطاعات المستهدفة لقدب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر حيث تتخذ الحكومة المصرية خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات أيضا وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي واحتياطيات النقد الأجنبي وتدعم الدولة القطاع بشكل كبير حيث تقدم الأسمدة بأقل من نصف تكلفة السوق وصلت مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على تقرير وكالة فيتش الذي أفاد بأن صادرات مصر الزراعية تجوزت الست وثلاثة من عشر مليون طن في عام 2022 لتحقق رقما قياسيا جديدا بزيادة تتجاوز 624 ألف طن عن العام السابق عليه 2021 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منتشر من أنباء بشأن زيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري المركز الإعلامي أوضح في بيان له أنه تواصل مع الهيئة القومية للبريد التي نفت تلك الأنباء وأكدت أنه لا صحة لزيادة المصاريف الإدارية على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري وشددت الهيئة القومية للبريد على أنه لم يطرأ أي تغيير في قيمة الرسوم الإدارية التي يتم تحصيلها على كافة دفاتر التوفير بالبريد المصري أعلنت وزارة الداخلية زيادة عدد السلاسل التجارية والمعارض المشاركة في المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة كلنا واحد لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية وذلك اعتبارا من يوم السبت المقبل تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم أوضحت الوزارة أنه سيتم زيادة عدد السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة لتصل إلى 31 سلسلة تجارية بإجمالي 1074 فرعا على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين الرئيسية بمحافظات الجمهورية كافة تابع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ما يتم تنفيذه من مشروعات في مدينة العاشر من رمضان مشددا على ضرورة دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها حاليا بهذه المدينة وطلع وزير الإسكان على الموقف التنفيذي للمشروعات في مدينة العاشر التي تمثل أهمها المشروعات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين وأعمل الطرق والمشروعات الخبنية المتنوعة وأشار الجزار إلى أنه تم خلال العام الماضي بيع نحو تسعين قطعة أرض استثمارية بأنشطة مختلفة لتوفير احتياجات المنتقلين للسكن بهذه المدينة الصناعية الهامة أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هانيس ويلم أن وزارة الري تنفذ العديد من مشروعات الكبرى لتحديث وتأهيل وصيانة منشأة الري في مختلف محافظات الجمهورية جاء ذلك خلال استعراض الموقف التنفيذي لمشروع مجموعة قناطر ديروت الجديدة سويلم قال إن هذا المشروع الهام يعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشأة الري بمحافظات الجمهورية المختلفة إلى البرصة المصرية التي تباينت مؤاشراتها قبيل ختام تعاملات جلسات اليوم الخميس وهي آخر جلسات هذا الأسبوع وصد عمليات شراءة من قبل المستثمرين المصريين والعرب بينما اتجهت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع وسجل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقايدة بالبرصة مستوى تريليون مئة وثمانية مليارات جنيه بعد تعاملات كلية بقرابة 2.7 مليار جنيه المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية ارتفع بنسبة 2.10% فيما ترجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة GX70 بنسبة 43 من 100% من قيمته دعونا ننتقل إلى البرصة المصرية في مقرها في وسط البلد مع زميلتنا مراسلة النيل أسماء حسن أسماء اليوم جلسة نهاية هذا الأسبوع كيف تابعت إغلاق المؤشرات في هذه الجلسة تحية لك في البداية حسام تحية للسادة المشاهدين في كل مكان تابعنا أداء مؤشرات البرصة المصرية في جلسة ختام تعاملات الأسبوع نجد أن البرصة المصرية شهدت انخفاض طفيف في مؤشراتها لينخفض المؤشر الثلاثين بنسبة 19 من 100% مؤشر اي جي اكس سبعين مؤشر أسهم صغيرة والمتوسطة تراجع بنسبة 42 من 100% وكذلك امتد الانخفاض الطفيف إلى مؤشر اي جي اكس 100 لينخفض بنسبة 16 من 100% بالنسبة لفئات المنثثمرين نجد أن المؤسسات والأجانب اتجهوا نحو البيع بينما مال التعملات المصريين والعرب والأفراد نحو الشراء بالنسبة للقطاعات نجد أن قطاعات البنوك والأدوية شهدوا أداء سلبيا بينما شهدت قطاعات العقارات وغيرها أداء إيجابيا لمزيد من المتابعة تنضم إلينا على الهواء مباشرة الأستاذة حنان رمسيس خبير أسواق المال أستاذة حنان أهلا بحضرك معنا على شاشة الني الأخبار كنا عايزين نعرف حضرك كيف رأيت أداء أسواق المال في جلسة ختام تعملات الأسبوع طبعا في جلسة الخميس كان فيه أول الجلسة ارتفاع لكافة المؤشرات ثم ابتدت المؤشرات انتقل تدريجيا لمنطقة الحمراء بين خفوات طفيف وده بيرجع لحاجة مهمة هي وصول المؤشرات إلى مناطق المقاومة الرئيسية فلازم يحصل منها نوع من حملية الأرباح وما كانتش بتسمح أن احنا كمان نفتح مراكز شرائية جديدة لأنها الأسعار برضو منخفضتش انخفضت كبير وطبعا شفنا أن المؤشرات برضو عندها عزم أنها تستكمل لحلة الصعود شفنا التداولات أكتر من 2.5 مليار جنيه شفنا تعاملات العرب والمصريين والأفراد متجاه ناحية الشراء فيما يعني مال المؤسسات والأجانب نحو البيع فالنهاردة هي النوع يعني من الانخفاض الطفيف وده بسبب هو مش يعني جاني أرباحه هو حماية للأرباح ومحاولة الاحتفاظ بيها وتكوين مراكز شرائية في الفترة الجاية بعزم أكبر بالسويل المتواجدة كنت أود أن أعرف كيف رأيتي الإعلان عن طرحات في البورصة المصرية وتأثيرها على أداء أسواق المال طبعا تفقالت البورصة المصرية بالإعلان عن بنامج الطرحات والناس طبعا كلهم يتدون أن هم يستعدوا بأن يروحوا يتكودوا في شركات التداول حتى أن المتكودين في شركات التداول في الفترة الأخيرة زاد زيادة مطردة أكتر من 22% زيادة في أعداد المكودين وده بيرجع لشيء رئيسي اهتمامهم طبعا برامج الطرحات شايفين الشركات اللي نزلة للتداول سواء المستثمرين أو للتداول في البورصة هي شركات جديدة وفي قطاعات جديدة وبرضو كل متفائل خير ندود نوع من الانفراجة الاقتصادية وشايف كمان أن هيبقى له عائد جيد على الاستثمار وهيغير كمان وجهة نظر المتعاملين من الادخار البنكي إلى تداول في البورصة فده بيعمل تدوير لرأس المال وبيعمل ناتج قومي وبيعمل ارتفاع في حصيلة دولارية لو كان يبقى فيه بيع بالعملة الأجنبية فهيزبط تحت الناد الأجنبي وكلها بإذن الله خير لمصر وخير للمتداولين إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا هكذا تبعنا معك حسام أداء أسواق المال في جلسة ختام تعاملات الأسبوع إليك مرة أخرى مشكرك مرسلة النيل أسماء حسن شكرا جزيلا على وجودك معنا وطبعا مشاهدينك كرام لمزيد من التحليل ومتابعة لأداء أسواق المال اليوم يمكنكم متابعة معشر النيل في السادسة ونص بإذن الله دعوني أنتقل بكم إلى لبنان حيث أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي تواصل الجهود لمعالجة الأوضاع المالية في البلاد وذلك في ظل الانهيارات المتتالية لسعر صرف الليرة اللبنانية الذي وصل إلى ثمانين ألف ريرة للدولار الواحد في مستهل تعاملات اليوم وهو أكبر انهيار للعملة المحلية جاء ذلك في بيان نفى فيه ميقاتي أن مصرف لبنان فقد السيطرة على السوق وأنه قد يكون من الصعب إعادة ضبط الأمور إلا في حال حصول خطوة سياسية كبيرة وهذا ما نفاه ميقاتي أيضا هذا ويشهد سعر صرف الليرة اللبنانية انهيارات متتالية على مدار هذا الأسبوع قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن تداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوية الذي ضرب تركيا قد يسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة واحدا بالمئة هذا العام وأضف البنك أنه وبسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام الذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد حيث أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحولية خفيفة لذلك فإن تداعيته على القطاعات الأخرى سيكون محدودا على صعيد آخر حذر البنك الأوروبي لعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر له من أن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال إفريقيا أيضا وخفض البنك تقديراته للنمو في المنطقة إلى 2.1% من 3% هذا العام وهي أقل من توقعات البالغة 2.4% لعام 2022 ننتقل إلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت أسعار النفط اليوم إذ عوضت الآمال في انتعاش قوي للطلب على الوقود في الصين وهو أكبر مستهلك للنفط الخسائر الناجمة على ارتفاع الدولار والزيادة الكبيرة في مخزونات الخام الأمريكي ارتفعت العقود الأجلة لخام القياس العالمي المعروف بمزيق برينت ارتفعت بـ 59 سنة إلى 85 دولار 97 سنة للبرميل كما زادت العقود الأجلة للخام الأمريكي 73 سنة إلى 79 دولار 32 سنة للبرميل على صعيد متصل قالت وكالة الطاقة الدولية أن الطلب على النفط سيرتفع بواقع مليوني برميل يوميا في عام 2023 بزيادة مائة ألف برميل يوميا عن توقعات الشهر الماضي وبهذا الخبر ننهي هذه النشرة إليكم تذكرة بعنوينها وكالة فيتشي تكشف أن صادرات مصر الزراعية تحقق أرقاما قياسية مع سمرار دعم قطاع الزراع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يؤكد تواصل الجهود لمعالجة الأوضاع المالية المتردية في بلاده وأسعار النفط العالمية تصعد وسط تفاؤل بنمو الطلب على الوقود في الصين أكبر مستهلك للطاقة انتهت نشرة الاقتصادية المفصلة لهذا اليوم نشكركم دائما على حسن المتابعة دونكم في عمل الله شكرا